حياة الفلسطينيين في غزة لم تكن مثالية لكنها كانت مقنعة للبقاء على قيد الأمل شوارع غزة ضجت بالحياة ومنازلها تزينت بكل ما هو متاح حتى التفاصيل التي كان من الصعب توفيرها حاولوا إيجاد بدائل لها لكن سرعان ما تغيرت الصورة الزاهية والشوارع المليئة بالحياة حاصرتها الجثث وتحولت فعليا إلى مقابر والبداية كانت في السابع من أكتوبر وصفها البعض بأنها بدائية وغيرهم عاد الزمن بهم إلى ما قبل هجرة الثمانية والأربعين في مقارنة واضحة ما بين انتقالهم من حياة تتوفر فيها مقومات طبيعية إلى حياة تفتقر لكل شيء إسرائيل قطعت الكهرباء عن غزة منذ اللحظة الأولى للحرب وأوقفت إمدادها بالوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء ما حرم الغزيين من التيار الكهربائي بشكل كامل لتسعة أشهر متواصلة يعني مش أقولك عاكنا مع الشناشة الثمانية واربعين لكن فيها نقب اسمها 2023 أما المياه فسدت كل منافذها ومع كميات الدمار الهائل والنزوح المتكرر للعائلات الفلسطينية بات الحصول على المياه بشكل يومي رفاهية لا يصل إليها إلا القليل واستخدام مياه البحر تحول لمشهد اعتيادية وجبة طعام ساخنة سواء كانت صالحة أم لا وكأس من الشاي هنا يعني أن تبدأ رحلة بحث طويلة بين الأخشاب أو بقايا المنازل أو حتى شيء من ملابسك وممتلكاتك لإيقاد النار فغزو الطهي أزمته لازمت الغزيين منذ الأسبوع الثاني من الحرب وإسرائيل تحكمت بالكميات المسموح بإدخالها وبشكل متقطع وبكميات لم تتجاوز 10% من الاحتياج اليومي خول الخالد الحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر